بسم الله الرحمن الرحيم نستمر في شرح مقرر تقييم وتشخيص صعوبات التعلم ونبقى في الوحدة التاسعة تقييم وتشخيص صعوبات الكتابة وصعوبات تعلم الرياضيات والدرس الثالث مقياس التعبير الكتابي هنا سنتناول بعض فقرات أحد مقاييس التعبير الكتابي لنتعلم كيف تكون هذه الفقرات فتنقل بين بعض هذه الفقرات نرى هذه الفقرة ألا وهي يستخدم التركيب اللغوي المناسب نرى التعليمات اختر الكلمة المناسب بين ثلاث كلمات معطا التصحيح يعطي الطالب درجة لكل إجابة صحيح ونتوقف إذا أخطأ الطالب في الإجابة عن ثلاث فقرات متتالية هذا مثال فراغ يكتب الجملة الصحيحة الإجابة هي الطالب الآن لو انتقلنا بين هذه الفقرات لنرى مثلا الكون مليء بالآيات العظيمة فراغ هذا هذه هؤلاء هذا الكون هذه الإجابة الصحيحة إذا أجاب الطالب عن أي إجابة أخرى فهذا إجابة خاطية لو انتقلنا لنرى الفقرة الأخرى يؤلف جملا تتضمن كلمات معطا التعليمات كون جملا من الكلمات المعطا التالية ويمكن أن تزيد على هذه الكلمات التصحيح يعطي الطالب درجة لكل جملة صحيحة ونتوقف إذا أخطأ الطالب في الإجابة عن ثلاث فقرات متتالية لأنها تكون هذه الفقرات من نفس المستوى يعني إلى الأولى والثاني والثالثة ما أجاب إذا نتوقف الآن نرى حصد الصيف المزارع حصد المزارع الزرع في الصيف مثلا أي جملة مفيدة وللطالب أن يزيد على هذه الكلمات يعني كلمة في أن حرف فيه مثلا غير موجود لكن حسب التعليمات يمكن أن تزيد على هذه الكلمات لو رأينا الفقر التي تليها يؤلف جملا مفيدة من كلمات مبعثرة إذن التعليمات كون جملا من الكلمات المبعثرة دون أن تزيد على هذه الكلمات أو تنقص منها يعني عاد الترتيب لهذه الكلمات هذا المثال وثم هناك عدد من الجملة التصحيح يعطى الطالب درجة لكل جملة صحيحة ونتوقف إذا أخطى الطالب في الإجابة عن ثلاث فقرات متتالية الفقرة التي تليها يكتب في موضوعات معطى الآن التعليمات اكتب نصا حول المواضيع التالية التصحيح يعطى الطالب درجة لكل جملة صحيحة ولغاية ست جمل في كل نص حيث يعطى الطالب موضوع واحد من كل مستوى يعني هذا المستوى الأول فصل الربيع شهر رمضان الفصل الثاني المستوى الثاني هذا هو الحنين إلى الوطن الكعب المشرف المستوى الثالث الأسرة المثالية كيف نحافظ على صحتنا ونرى هنا أن الصعوبة ازدادت يعني الأسرة المثالية الفصل الربيع يعني هناك واضح أن المواضيع تزداد صعوبة في كل مستوى عما قبله لو رأينا هذه الفقرة أيضا يرتب أحدها قصة التعليمات كون قصة من الجمل المعطاة التالي دون أن تزد على هذه الجمل أو تنقص منها التصحيح وضع الطالب أربع درجات لكل قصة يرتبها بشكل صحيح نرى هذه القصة مثلا من الجملة الأولى إلى الثانية الثالثة الرابعة الخامس السابعة الثامنة التاسعة الطالب يقرأها أو يقرأ أحد الأشخاص لأن هنا نحن نشخص صعوبات الكتابة والتعبير الكتابي بشكل أخص وليس صعوبات القراءة ويقوم الطالب بترتيب هذه الكلمات أو هذه الجمل حتى يحدث قصة مفيدة ترجمة نانسي قنقر